الآن جاي يوصل رسائل إلى شعب العراقي رسائل مخابراتية يعني كان المفروض تسألين ضيوفك هؤلاء اللي يقولون قوة جبارة قادمة للعراق من أجل أسقاط كده ومحاكمة المعرفة وإيش وهي خير للعراق هذا كلام تسويق مخابرات وهذا محاولة لأسقاط العراقيين ومعنوياتهم وإرادتهم حتى يستطيعوا القبول بأي شيء ماكو قوة تأتي من الخارج الآن من أجل خير للعراق السيد كريم لنقطة المساحة لكل الضيف بما يطرحه لكن هذا الطرح ما يجى فقط من فاق الشيخ علي بعد فاق الشيخ علي هنا بالستوريو ليس شبر أكد هذا الكلام وحتى فتاح الشيخ اللي يعتبر مزاج صدريوم أمز ذهب بهذا الاتجاه فضل وليكن هو الرجل المحروض تسألي تميل لك هاي المعلومات يعني أنت مجتمع مثلا ويا قيادات الدول وقال لك راح نجي للعراق هذي منين هم هاي المعلومات أكل بعض يعني ينقلها بشكل بردغاء ويأسف وكل بعض الآخر لا مؤدلة جاء يحرك هاي تذكرين معارك اللي صارت من 2003 معركة المطار الإعلام الأمريكي كان يقنع العراق والجيش العراقي من أن معركة المطار هي الحاسمة وبالتالي حينما سقط المطار سقطت بغداد كل هاي إحنا بالواحد وتسعين أنا شاركت بالحرب اللي اسم بالواحد وتسعين كنت تحت الضباط أسقطوا الجيش العراقي خاصة بالكويت عن طريق الإعلام أنه أكو إنزال وأكو كدا لذلك هاي خطرة جدا هذا الكلام